في لقاء على هامش المشاركة بقمة المناخ بشرم الشيخ أشاد وزير خارجية الكويت السيد سالم عبدالله الجابر الصباح بالتنظيم معربا عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة كوب 27 وحسن الضيافة تنظيم رائع بكل أمانة تنظيم رائع بس خل أبدأ بتقديم شكري وتقديري أول شيء للشعب المصري والقيادة المصرية وعلى رأسهم فخامة الرئيس السيسي على هذا التنظيم الرائع وعلى استضافة مؤتمر في غاية الأهمية مش بس لمصر والعالم العربي في غاية الأهمية للعالم أجمع مؤتمر الأطراف يعني هذا مؤتمر سنوي يعقد لإظهار مدى التزام الدول بالمحافظة على البيئة وتخفيض الانبعاثات وأعتقد بأن المؤتمر السنوي هذا أصبح منبر للدول لإبراز ما تقوم به على بسوى الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات وصدافة مصر وبالتحديد مدينة شرمخ الشيخ الجميلة لهذا المؤتمر الدولي بمشاركة ما يقارب 195 دولة هو أمانة تجمع مهم تجمع عظيم ونتمنى لمصر كل التوفيق في المؤتمر التي أنا متأكد بأنها سيكون ناجح جدا الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أن العالم في طريق نقطة اللاعود وهناك فجوة كبيرة ما بين تعهدات الدول الصناعية الكبرى والوفاء بها وأيضا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعني منها العالم هناك معادلة صعبة ما بين الأزمات التي يعني منها هذه الدول الكبرى وأيضا ضرورة أن توفي بعهدها في تمويل الدول النمية أنا أعتقد مجمل الدول أخي الكريم قاعدة تلتزم بتاعهداتها الآن في دول بسرعات متفاوتة في مسألة الالتزام بس أنا أعتقد أن الالتزام دولي والتزام واجب على جميع الدول وأعتقد أن الدول المتقدمة أيضا لها التزامات قوية وأعتقد أنها تفي في تعهداتها الحرب الروسية الأوكرانية أخيرا معالي الوزير الرئيس السيسي أشار في ختم كلمته إلى ضرورة وقف هذه الحرب ماذا ترى هذا الموقع؟ كانت كلمة فخامة الرئيس جدا مؤثرة وأعتقد أنها جاءت عفوية أيضا وكان لها أكبر الأثر عند القادة وأحنا نشارك الرئيس السيسي بضرورة إيجاد حل سلمي لهذه الحرب وإيقافها في أسرع وقت ممكن شكرا لكم